انت وهو بتحب انه تنجحه من الناحية المادية يعني مثلا اذا انت برج الدلو رجل وشخص اللي عم تتعامل معه امرأة هالامرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالذات من الناحية المادية عم شوفي انه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة او ممكن يكون العكس صحيح بالنسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود للعلاقة او عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن ايضا انت تشوف انه هو شخص كتير ديتيل او كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وانت بتركز على الصورة الاكبر للامور او على المنتوج النهائي للامور لانه عندك the world card فهالشخص عم تشوفه انه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا عم تشوف انه طاقة ونارية هالشخص اكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي اكتر بالعلاقة ممكن تكون انت الشخص الهادى الشخص اللي بيحب يحلل الامور ما بيحب يتسرع باتخال الامور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع او شوي متهور باتخاذ القرارات مع انه بيركز على التفاصيل الصغيرة الى انه يكون مندفع باتخاذ القرارات ايضا هالشخص اللي انذا عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الاشي اللي بدي يساويه او طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الالوجين او بتطلب نوع من الوهم او خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية او كذا شخصية معك وشخصية بتطلبها وظيفته يعني مثلا ممكن يكون ممثل او ممكن يكون شخص كوميدي شخص يقدم انترتيمنت او يقدم الترفيه فلابد انه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير او ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة الى شخصية عفوية الى شخصية صغيرة الى شخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بيتنقل بين عدة شخصيات فانت بتشوفه من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لانه ما بتمل منه دائما فيه اشي جديد بحياة هالشخص او دائما عم يقدم لك اشي جديد او دائما بتشوفه بشخصية جديدة او بي صعب عليك صعب عليك انك تفهمه لانه دائما فيه اشي جديد تكتشفه بخخصيته او بطبيعة هالشخص طيب المسبل اللي طاقة مشتركة بينكم شو ممكن يكون سبب الخلافات اللي بينكم الكمي فهالشخص هالكرت كتير بيناسب هالكرت لانه الكمي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر او ورقة بمعنى انه فيه الطرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بشخصية اللي بيظهرها للعالم او الشادو سايد الشخصية الاخرى بحيث انه صعبت الامور عليكم انه تتقربوا من بعض او انه يكون فيه صراحة مطلقة بينك وبين هالشخص ايضا فيه كتير فيه كتير اوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عم تطلع عندي سابن سابن فممكن رقم سبعة يرمز للبعض منكم باشي معين ايضا هالشخص فيه عنده اختيارات كتير يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون انه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها طلع ونزول كتير ايضا فيه بينكم حب وتعتبروا بعض مثل السولمات ولكن فيه فيه بينكم بعد المسافة ممكن تكون بعد بالمسافة حرفيا يعني انت بمطرح وهو بمطرح وايضا ممكن تكون انت وهو بتشوف انه انتوا متوافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائما صرف عم يحاول يبادل شخص الاخر من حياته او عم يحاول يخلي مسافات قدر المستطع لانه عندك فانتوا تنظروا على بعض مثل الامنية بدكم ياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسه هي امنية لسه ما تحققت لسه بعيدة المدى ايضا فيه بينكم فيه بينكم كتير تقلب بالعلاقة لانه فيه عندكم ايس اف وانت بعدين كين وفصول يعني فيه عندكم دائما بيصير بدايات جديدة بسرعة وبتمتهي بسرعة ايضا او دائما الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين بيجع ينقلب الوضع بسرعة ايضا 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 العلاقة بينكم امشوف انت وهو اشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الامور سواء رجل او امرأة الطرفين بيها العلاقة اشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق بتحليل الامور ما فيه كتير او ما فيه كتير تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما فيه تعاطف للامور الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الامور بيكون كتير منطقي بالزات للطرف هاد ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت هالطرف بس بالزات للطرف هاد فيه عنده كتير كرامة عالية فهو دائما بيستخدم المنطق بتحليل الامور طيب تشوفت خطواتك القادمة في المستقبل discover your life purpose فانت بالمستقبل حاليا ممكن تكون مشوش او ضايع شوي بانك تكتشف شو الاشي الهدفك في الحياة او اللي المفروض تساوي في الحياة فعم شوفك عم تركز اكتر او رح تركز اكتر بالمستقبل على انه تكتشف شو المفروض اللي يتساويه في الحياة سواء كان من ناحية عمل او سواء كان من ناحية عاطفة او سواء كان من ناحية شخص عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك في الحياة ممكن ايضا تكون شخص رح تركز بالمستقبل على روحانياتك وايضا رح تركز على منتياتك او بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية اكتر يعني بالمستقبل عم شوف للبعض منكم بدوا ارتباط مع هالشخص او بدوا الزواج مع هالشخص لانه عندك اهيرفنت اهيرفنت او البابا شخص روحاني الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك او طاقتك بانك تكتشف شو اللي بتريده ممكن انت هم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبينها الشخص وتشوف انه هو هال تحاول عم تكتشف انه هو فعلا الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه ولكن عم شوف انه بالمستقبل عم تفكر انه تكون جدي اكتر تكون اكتر او تكون منطقي اكتر في عندك ايضا في عندك فرص مادية رح تيجيك عم شوف بالمستقبل او رح تقابل شخص ايضا ممكن انت محطوط او رح تنحط بطريق بالمستقبل لانه في عندك اختيار بين شيئين في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن بالمستقبل انت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوفق بين المادة وبين الحياة العاطفية وبين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن انت عم تحس انه في اشي عم يأخذ من اشي يعني اذا ركزت كتير على الوضع المادي عم يأثر على علاقتك مع هالشخص واذا 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 ركزت كتير على الوضع العاطفي عم يأثر على وضعك المادي فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل من شفت خطوات الحبيب القادمة حبيبك او شريكك عنده فينيكس رايزين يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جذرية بحياته حاليا وفي عنده شفت او في عنده صفحة جديدة رح يبدى فيها او مطرحة جديدة رح يبدى فيه ايضا بدي احكي على الابراج اللي عم تتعامل معها قبل ما انسى ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج هوائية ابراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن هالشخص شوي متهور ايضا ممكن عم برج السرطان لانه هالكرت بتبع برج السرطان الغالبية كرت السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك الاغلبية ممكن برج السرطان او شخص في عنده مي كتير للخارطة الفلكية تبعته وهوائي ايضا في عنده طاقة كتير هوائية ولكن بالمستقبل عم شوف انه في عنده هدف هالشخص عم يسعى لأجله في عنده تقدم رح يصير كتير ملحوظ وكتير سريع عم شوفه من الناحية المادية شخص يعني متمكن او في عنده كتير عالي للوضع المادي عم نطمح الى انجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك انت و ام شوف ايضا انه هو بيشوف انه العلاقة من اجل انه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي ولكن لازم يكون مريح ايضا يعني هالشخص بيفهم انه المادة طبعا مش كل اشي ولكن بيفهم انه هي اشي كتير مهم من اجل تكوين اسرة او تربية طفل او اشي مثل هيك عم شوف انه هو في شخص كتير مصمم اذا انتو منفصلين مش عم تحكوا مع بعض شخص في عنده كتير ارادة وتصميم انه دائما كل ما الامور بتخرب يصلحها مرة تانية او مستعد انه يحط المجهود مشان يصلحها مرة تانية او يصالحك مرة تانية او تتوفق بالعلاقة مرة تانية انا انا ام شوف شخص كتير صبور مع انه متهور ومتقلب المزاج الى انه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن تتغير طاقت سعي مش عم بعرف احكي اليوم ممكن تتغير طاقت كتير ولكن شخص بيتحمله كتير كتير فلكسبل او بيحب يسمع اراء اخرى طيب نشوف طاقتكم بالمستقبل شو رح يصير ساي هال كرت اجا بنفس المطرح لبرج الجدي فاذا بتحب تتابع القراعة هديك ممكن تفيدك باشي معين لانه بنفس المطرح اجا فبالنسبة لتعقدكم بالمستقبل عم شوف انه في عندكم شفتس وتغيرات رح تصير بينك وبينها الشخص بينكم لسه رح يكون في تحفظ بالمستقبل الوضع المادي رح يكون مليح بينكم لانه انتو هو اشخاص كتير مصممين في عندكم عزيمة وارادة اشخاص ايضا بدكم تكونوا اسرة مع بعض انتو هو انتو اشخاص او اشخاص انتو اتنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الامكان ايضا عم شوف شوي بالمستقبل في دفاعية بينكم شوي في تحفظ بينكم ولسه في شوي فرد سلطة بينكم يعني لسه رحي حبيبك او شخص اني عم تتعامل معه كتير عميد من اللي مبين بالقراءة مبين انه هالشخص كتير عميد او في بينكم وبين بعض كتير عند او متحاول انه يعني كل واحد يفرض سلطة بالوضع او ممكن انت تحس انه هو عم يحاول دائما انه يفرض سلطة اذا انت رجل ممكن الامرأة اللي عم تتعامل معها تكون شخصيتها كتير قوية واذا انتي امرأة ممكن رجل اللي عم تتعامل معه يقول شخصيته كتير كتير قوية وبيحب يكون هو اللي دائما مسيطر على الامور ولكن عم شوف انه الطريق بينكم شوي صعب شوي فيه فيه تحرك فيه ما فيه خط ثابت لحد الان يعني لسه فيه طلعات وفيه نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم تتصير بينكم الهدف النهائي للطرفين به هالقراءة به هالعلاقة هو انه يكونوا اسرة مع بعض عم يشتغلوا كتير مشان يكونوا اسرة مع بعض عم شوفكم هم تعتبروا بعض سول نيت ورفقاء ضرب ايضا ممكن تكونوا الاثنين عم توفروا من الناحية المادية من عجل هالعلاقة للبعض منكم اللي عم قريدي تصارح بانه بدوا يكونوا اسرة مع هالشخص عم شوف انه انتو الاثنين عم تخبوا اشي مادي من اجل خطوبة او زواج او من اجل صرفيات من اجل انه تنفقوها على اشي معين اوكي حبايبي برج الدلو بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شاري وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا